توصلت لليوم الخامس فعاليات قمة المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخة حيث شهد اليوم انعقاد عدد من الجلسات وورش العمل وشهد كذلك اليوم افتتاح فعاليات يوم العلم ضمن فعاليات القمة حيث شهد اليوم الخامس من المؤتمر جلسات مخصصة للشباب وأخرى لتطوير المدن الذاكية والتحول الأخدر وكيفية تسخير التكنولوجيا للحد من انبعاثات الكربون وسبل حماية البيئة في وجه التغيرات المناخية اشتركوا في القناة